يا زين ما انت اللي مناشف دماغي مناشف دماغي في ايه؟ معلقاتك يا زاد بيه الف قضايا كانت صعب من دي وعيزة بيه كان بدينا فرصة ونوصل لحل ايش معنى القضايا دي المصرر انه يكفالها ما انت اللي خليته يعمل كده يا ابن وانت اكتر واحد عارفه واسبر عليك قد قوة وعيزة جعلت لما اسيب القضايا دي وهوصل بدل الدليل لالف اليدين هتلر وولده بس ساعت اقول لهم ايه؟ اقول لهم من مركز جالي ملكش دعوا بالجضايا دي عشان تخص هتلر وولده اه 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 ايه انا لو مكانك هعمل كده وتعملك كمان انصحني هشوف شغلي شغلي اللي هو ايه؟ اللي هو طبق القانون عالغلبة بس انما اللي زي هتلر ما يطبقش عليهم قانوني يا زين ابعد عن الشره وغنيله انت ايه يا ابني؟ مش خايف على نفسك ولا مستغنى عن اهلك ولا ايه بالظبط شي ايبك من القضايا دي خالص يا زين ايدي مش هتتشن من القضايا دي ولو فيها استقلتي كيف يا ابوه منزلش الارض ومخزن السلاح؟ مين يقولك دي؟ انا اللي بقولك دي والله هيساعدك هتدرب بالجزمة كمان ليه؟ حصل مني حاجة ولا ليه؟ لا ما حصلش منك حاجة عشاني خايف يحصل لك حاجة تخايف من مين؟ اللي حطك في دماغه وقينه عليك مش عايز حد يمسك عليك ايات وغلطة طيب والحد ميت يا ابوه حد ما الدنيا تهدى بس انا محتاجي فلوس اخد اللي انت عاوزه ايه؟ هرجع اخد المصروف من تاني ولا ايه؟ ما تعاوضش عليك ديه؟ يوه وفتح الخزنة هوا يا مسعد اسحب يا ولد اللي يلد عليك ان شاء الله تسحب مليون جنيه كل يوم لكن شغل لا بس انك ديه يد هتطرى خليها تطرى لي من دول اترعبت وقال بيهجع في رجلي وقلت خلاص انا مكتولة مكتولة وبلف يا فاروس لاجت واحد واجفلي ومسك وردة وبيقول لي ممكن تكبالي مني دي؟ يا حبيبي طب والله كيوت ده تلع قديم قوي يعني كل المرأبة دي وكل تعب الاعصاب ده عشان يديكي وردة شفت ايه؟ طلع تافه تافه؟ بالعكس ده تلع مش تافه خالص ولعلمك بقى ده تلع بيفهم متخيغة ومعطيك ها؟ وقالك ايه؟ مفيش تجلل ان اسمه يوسف وانه هو مهندس مكانيكا وانه عايز لاخدله معاه معاد معزين عشان يجاب له يا سلام طب وانتي بقى يا حلوة قردينه ايه؟ وانا مالي وانا السكرترة بتاعته ما اروح يجاب له هو يا ساتر عليك يا نادية مدب زي اخوك طب وشاكله ايه؟ خدش بالي على فيروس؟ بصراحة حلول بصراحة الجمر شبه ابن محمود عبد العزيز بجد؟ طب لما انت عاجبت كده وما ليه يعني احرقتيه؟ انا احرشته احرشته؟ ده انت احرشته واحرشته اول كمان يعني هو كده؟ ممكن ميرحش لزين؟ والله بصراحة بصراحة يعني يا نودي هو كده؟ لو عنده دم مش هيقابله مش هيقابله؟ أصلا؟ ام انا جاهز دلوقت اسمعك يا حرام الكردان والله يا زين بقاشا ما ساركت حاجة ده حد ملفجهالك حد ملفجهالك؟ طب اللي ملفج ده يدسهالك في صحارة الكنبة يدسهالك تحت السرير لما اللي ملفجهالك يدس الكردان على رجبة مرتك يعلجه على رجبة مرتك كل موسي شديد عبدالهادي استنى هناك بتسرج الكردان عشان تقدمولها في الفلانتين يا فتلكال؟ ايه؟ خربتها ممكن تعالها هناك؟ بتعرف ان انا مدهجني ايه؟ ان انا شفت مرتك وانا بخضبن على رجبتك ياضل تحلى منها يا متخلف عقلية مينتي لتسرك عشاني؟ عايز ايه؟ امام فان في واحد طالب يجابي لسيادتك اسمه ايه؟ اسمه بش مهندس يوسف شديد عبدالهادي طب خد العبيد ده ودي الحجز حاضر فان ودخله بسرعة حاضر فان ربيت ابوك متخلف اخبر Sacramento لديك الض Vegan اخبر تهمك Nee بنا Tut Ashley اخبارك خطورك الحب ده وبان elections ابراهيم كان يرتبال رياق اه اللي ارى في بك كيف سوف تزلحت لكي قادر مال موفى مالاذا؟ مالا؟ بقي بديا؟ لا ماذا؟ لا نuksنبلي لتظارica يعني زنبيا أحب الأول عرفك بنفسي أنا يوسف شديد عبدالهادي مهندس ميكانيكا غني عن التعريف باش مهندس يوسف ابن الحج شديد مهندس ميكانيكا الوحيد في البلد الله يخليك يعني أنا كنت حابب أكلمك في موضوع أنا كنت جاي الحج السجع تعال حطه هنا يعني تسلم زنبيا والله مرش لزومي يعني كل التكاليف دي لا لا مرش لزوم كيف وجبتنا عند الباش مهندس يوسف ابن الحج شديد مهندس ميكانيكا الوحيد في البلد أنا كنت جاي يا زنبيا أطلب يد الأنسة نادية الأنسة نادية مين الأنسة نادية يا زنبيا أخت حضرتك كنت جاي يعني إن إحنا نتكلم ونتفجوا على معاد ونيجرنا وأهلي في الزيارة طب وعده بالمغزة يا باش مهندس أنت تعرف الأنسة نادية مين لا والله أنا معرفهاش لأني حتى كنت أشوفها من بعيد لبعيد أنا بس كنت معاها في الجامعة وتخرجت دلوقت يا جدعو أنا بد تهمك أنا بس أقلك بس تعرفها من مين أنا عارف أن أكيد أعرفها في الجامعة بس فاني سألت عليها وجالوا لي إنها أخت حضرتك وأنا يشرفني أكيد إن أنا ناسب عيلة الجناوي عيلة الجناوي طول عمرها معروفة إنها عيلة محترمة وكبيرة الله يا كريم أصلك وأنا قلت يعني عاجة أخش البيت من بابه فتاني لو تسمح لي في الزيارة آجنة وأهلي عشان نيجي نزوركم وأطلب يدها الله هو أكبر عجلك سبق سنك الله يكني جاعد مع واحد عنده خمسين سنة الله يخليه طيبة باش مهندس أنا في انتظاركم النهاردة إن شاء الله تسعة ونص بليل عشان عشرة يامل جايين عندي أنا بطشية ليلي مش أعرف أشوفك وأظن مفيش حد في البلد ما أعرفش عنوان بيت الجناوي أكيد يعني خلاص عالبركة تسعة ونص إن شاء الله طيب أستأذن أنا بقى مع أبطراكشي من الحاجة السجعة؟ نشربه وتسعة ونص إن شاء الله تسلم عزين بيه في رعاية الله في رعاية الله في رعاية الله الله رجل محترم الله محترم وكمل ويضلك في الجفص أنا الداني الوناد يرمونا يرمونا فوق الهوناد وانصى الله موسيقى موسيقى